السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي حقق فريق الحد فوزا ثمينا على المحرق حامل اللقب بهدف بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسة الجولة الثالثة من دور درج الأولى لكرة القدم حيث أحرز هدف اللقاء الوحيد على لعب محمد الرميحي في الدقيقة التاسعة من زمن الشرط الثاني وبهذا الفوز رافع الحد رصيده إلى سبع نقاط وضعته في صدارة كرتيب العام للدور متقدما بفارق الأهداف عن لبسيتين فيما تجمد رصيد المحرق عند أربع نقاط وفي المباراة الثانية تغلب فريق رفاع الشرقي على المنام بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على استاد البحر الوطني سامن حسيني سجل الهدف الأول للشرقي قبل أن يضيب في صرب دهوم الهدف الثاني ليرفع الشرقي رصيده إلى أربع نقاط فيما بقي المنام فيه متذيلا لترتيب خال من النقاط